تقبل الجزائر على انتخابات رئاسية ما زالت غير مقبولة من قبل الحراك وتقرر إجراؤها هذا اليوم هو اليوم الثاني عشر من ديسمبر نلقي نظرة طبعا على هذه الانتخابات وكيف ستسري إذن كما قلنا انتخابات الجزائر الرئاسية طبعا تقررت منذ استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات وستسجل الانتخابات الرئاسية في الجزائر جملة من المستجدات لم تشهدها سابقاتها وذلك بعد إنشاء سلطة وطنية خاصة بهذه الانتخابات هذه السلطة المفترض هي أن تكون مستقلة من أجل مراقبة الانتخابات والإشراف على هذا الموعد وقد أوكلت لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراقلها بعد أن تم تحييد وزارة الداخلية من العملية تم تحييدها من هذه العملية وقد تم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية رسميا يوم الخامس عشر من سبتمبر في مرسوم رئاسي وقعه رئيس الجمهورية المؤقت عبد القادر بن صالح وبعد استدعاء الهيئة الناخبة تلتها المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وذلك يوم الأحد في الثاني عشر من سبتمبر واستمرت العملية إلى غاية السادس من أكتوبر كما تشاهدون هنا وتم فتح باب الترشيحات بالنسبة إلى الراغبين في الترشع بإيداع ملفاتهم بين الفترة من السابع عشر من سبتمبر إلى غاية السبت طبعا المصادف الذي صادف السادس والعشرين من أكتوبر حيث دامت العملية أربعين يوما منذ استدعاء الهيئة الناخبة وفقا لقانون الانتخابات وتكون الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات لها كلمة الفصل في صحة الترشيحات ذلك بتبليغ الراغبين في الترشح في قرارها بالرفض حيث كان آخر آجل في القرار يوم الثاني من نوفمبر في هذه المرحلة وبحسب القانون الذي أعد لذلك قام الراغبون في الترشح بتقديم الطعن على مستوى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة فقط وقامت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بإرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح على المجلس الدستوري وأعطى المجلس الدستوري بالموافقة على القائمة النهائية للمترشحين والفصل أيضا في الطعون مع تاريخ العاشر من نوفمبر هذا وستفتح صناديق الاقتراع بالنسبة للداكل يوم الثاني عشر من ديسمبر أي هذا اليوم من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساءا وفق المادة 32 من قانون الانتخابات لكن هناك جاليات كبيرة جزائرية في الخارج ماذا عن هذه الجاهليات إذن في المهجر ستفتح وفتحت طبعا وفق القانون يوم السابع من ديسمبر أيضا إلى غاية هذا اليوم